الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين من الضرور على الإخوة خصوصا الشباب منهم الذين يتحفزون للتجارة والثروة والمال أن يهتموا لأجل توسيع تجاراتهم حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول تسعة عشر الرزق في التجارة وحديث آخر يقول نعم العون على الدين الغنى يعني أن تكون غنيا وهذا واضح لأن المشاريع الدينية أخذ من الجهاد في سبيل الله وانتهاء بصنع مدرسة أو مكتبة أو حسينية أو مسجد على الأغلب يكون على عاتق الأغنياء فنعم العون على الدين الغنى وحتى في حديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول تقدم المسلمون وهكذا قسم من الناس تصورون أن الفقر أحسن لكن هذا ما ينفيه الدليل الشرعي الآيات والروايات أما قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفقر فخري فإذا صح الحديث يراد به أن الفقر إلى الله لأن الإنسان الذي يشعر بأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى يستقيم في الطريق الإنسان الذي يشعر بأنه لا يحتاج إلى الله يكون منحرف فالفقر إلى الله سبحانه وتعالى واقع لأن الإنسان في كل نفس من أنفاسه وفي كل لحظة من لحظاته وفي كل آن من آنات عمره يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى وعلى أي حال على الإخوة التجار وال متحفزين للتقدم أن يهتموا بالتجارة أكبر اهتمام والتجارة في الإنسان توجب الاكتفاء الذاتي والاكتفاء الذاتي مو أنه محبوب للإسلام وفي الإسلام وإنما مأمور به أيضا في حديث جميل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد دارا فلم ير فيها شاتا فقال ما بال هذه الدار لا بركة فيها قالوا يا رسول الله وما هي البركة قال الشاك يعني إصرار على الاكتفاء الذاتي حتى بوجود الدواج في البيت أو في البستان أو في المزرعة أو في أي مكان صالح لذلك وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يقول إذا كانت في بيت شات ففيها بركة والملائكة يصلون على صاحب البيت كل يوم مرة وإذا كانت شاتان فالملائكة يصلون على أهل البيت في كل يوم مرتين وإذا كانت شيات ثلاثة الملائكة يصلون على أهل البيت كل يوم ثلاثة مرات آذات تشويق وتأييد لاتخاذ الناس الاكتفاء الذاتي عملا وحركة حتى يكونوا في أمن وسلام ورفاهية وعيش سالم في حديث ثالث عن رسول الله عليه وآله وسلم أيضا أنه دخل دارا فرأى في الدار ديكا ولم يجد فيها دجاجة فقال لصاحب الدار هل تتخذت له أهلا لأن من الواضح الدجاجة تبيض وتفرخ وتوجب السعة على الدار والاكتفاء الذاتي الأخوة الشباب الاقتصاديون أو الذين هم في طريق الاقتصاد من الضرور عليهم أن يجدوا في التجارة ويوسعوا تجاراتهم الجد في التجارة وتوسعة التجارة بحاجة إلى أمور الأول الاستمرار الدائم في العمل فإن الاستمرار هو الذي يجدي من جدا وجد ومن لجا وللج ومن أكثر طرق الباب أوشك أن يوجد الجواب الشيء الثاني أن يكون لهم مستشار اقتصادي الاقتصاد اليوم ليس مثل الاقتصاد في السابق وإنما فن ومعرفة وعلم ومتابرة وصبر واستمرار طويل وهذه الأمور لا يعرفها الا الاقتصاديون فلازم أن يكون لهم مستشار اقتصادي يقول اشتروا هذا بيعوا هذا أذكر وأنا في الكويت كانت في بعض الأيام الأراضي ترتفع بشكل غريب والناس مقبلون على اشتراء الأراضي وكذلك الأسهم بشكل غريب وحديث المجالس الاشتراق والبيع والربح والتقدم رأيت إنسانا فريا جدا وسألت عنه هل أنت تشتغل في الأراضي والأسهم قال كلا قلت لماذا الكل يربحون قال لي مستشار اقتصادي إني في كل خطوة تجارية أستشيره فإذا أمر لي بكم خاص أو كيف خاص تقدمت وإذا نهاني لم أتقدم وحتى في كثير من الأحيان أني أختلف معه في الرأي لكن أرجح رأيه على رأيي لأنه خبير وأنا تاجر وفرق بين الخبير الاقتصادي والتاجر المالي قال استشرت من خبيري الاقتصادي فقال لي لا تتاجر لهذه المتاجرة فإنها مغامرة وإني لم أتاجر ما علمي أن كل أصدقاء يتاجرون بالأسهم والسندات والأراضي لم تمضي إلا فترة صغيرة وإذا بالأراضي والأسهم تنزل نزولا غريبا وأكثر الذين كانوا يتاجرون خسروا خسارات جدا كبيرة خسر واحد منهم مليون دينار خسر واحد منهم خمسة ملايين بعضهم أقفل تجارته إطلاقا وأعلن الإفلاس وهذا الرجل صديقنا قال أليس قال لي الاقتصادي لا تتاجر فإنه مغامرة وعلى أي فمن الضروري الاهتمام لأن يكون الاقتصادي يعني العالم في الاقتصاد رجل في الاقتصاد دكتور في الاقتصاد خبير في الاقتصاد معينا لهم في تجارتهم أخذا وحفاء وإقداما وإحجاما الشيء الثالث من الضروري أيضا أن تكون التجارة على نحو تعدد الجنسيات يعني أنه تاجر من البلد الفلاني وتاجر من البلد الآخر وتاجر من بلد ثالث وهكذا من البلاد الناجحة لأن الإنسان إذا ربط نفسه بالناجحين نجح وإذا ربط نفسه بالخاسرين خسر ولذا في الأحاديث المرء يعرف بقرينه ومن الواضح أن المعرفة سطحة ووراءها العمق وهكذا فمن الضروري أن تكون تجارة متعددة الجنسيات وكذلك أن تكون متعددة الأبعاد يعني تجارة في الأرض تجارة في النفط تجارة في الذهب تجارة في النقود تجارة في الحديد وما أشبه لأنه قل ما يخسر الإنسان في كل هذه التجارات الشيء الرابع أن يكون الإنسان عاقلا ومتزنا في الدخول في التجارة سأل أحد التجار الذين تكسروا عن تاجر الناجح لماذا نحن نتكسر وأنتم لا تتكسرون قال لأنكم إذا أردتم التجارة جعلتم كل أموالكم وتقترضون مثلها أو ضعفها وتجعلون الجميع في التجارة فإذا خسرت مرة كان معناه سقوطكم وإفلاسكم وسجنكم وأحيانا قبركم لأن الإنسان ربما يفاجأ في الخسارة الكبيرة فيفاجأ إليه الموت قال أما نحن فإننا إذا كان لنا مليون دينار نتاجر بنصفه فإذا ربحنا فهو وإذا خسرنا نتاجر بالنصف من الباقي أي بالربع وهكذا وقليلا ما يخسر الإنسان أربع مرات أو خمس مرات ولذا دائما نحن ناجحون ودائما أنتم فاشلون أو الفشل فيكم كثير والنجاح فينا كثير وعلى كل حال أني أوصل إخوة الشباب خصوصا ولو كان هذه الوصية للكبار أيضا أن يتاجروا ويقدموا على التجارة بهذه الشروط حتى ينفعوا أنفسهم ويوسعوا على عوائلهم ويوسعوا على ذويهم ويأخذوا بيد المحتاجين والمضطرين والمشاريع حتى تكون إلى الأمام لكن يشترط التجارة أن يجعل الإنسان بالإضافة إلى خمسه أقل تقدير خمسا آخر لعجل الأمور الخيرية والمشاريع الاضطرارية وما أشبه هذا الإنسان ينجح نجاحا بإرار لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الحكيم يمحط الله الربا ويرب الصدقات طبيعة الربا المحق كما أن المحق أيضا طبيعة التجارات الضارة كالتجارة الهرائين أو الخمور أو ما أشبه ذلك طبيعة الصدقات والصدق معخوذة من الصدق يعني أن الإنسان الذي يتصدق يصدق بالله وباليوم الآخر وبوعوده وعلى هذا فيني أوصيهم بأن يضيفوا إلى الخمس الواجب شرعا والواجب ليس فضيلة لأنه واجب وتركه عقاب نعم لا شك أن الواجب له التواب الجنة والمغفرة والتقدم في الحياة لكن الفضيلة أن تعطي من نفسك لما أوجب الله عليك ولذا الله سبحانه وتعالى يمدح في القرآن الحكيم الإثار يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فيجعل خمسا ثانيا لأجل تقديم الخياة إلى الأمام ولأجل الانتشان بالمشاريع ولأجل الثقافة ولأجل تقديم الشباب الذين يريدون الدراسة ولا يتمكنون من المال أن يقدموهم إلى الأمام في طبهم أو هندستهم أو محاماتهم أو ما أشبه ذلك من الدروس التي هي مقوم للحياة في هذا اليوم إذا فعلوا مثل ذلك نجحوا دنيا ونجحوا آخرة وأنجحوا ولا يكون كالذين إذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى أمسكوا أيديهم فلم ينفقوا حتى الواجب بل انفقوا الواجبة والمستحبة والذي يسبب تقديم المسلمين إلى الأمام ويأخذ بأيديهم كان لنا صديق من أحد العلماء حفظه الله والآن هو موجود هذا الصديق اسمه الشيخ القائمي هذا الصديق له صديق صديقه تاجر لكنه تاجر بقيل لا يتوحق الله ولا حق الناس ولا يفكر في نفسه كانت له زوجة فطلقها بخلا وكان له ولد فطرده بخلا والولد ذهب وأخذ يكتسب كسبا ضعيفا صديقنا على الشيخ القائمي حفظه الله ينقل هذه القصة يقول أخبرت بأن صديقي التاجر مريض في المستشفى في البلد الفلان ولا أريد أن أسمي البلد لأنه أحيانا في سنة البلد يكون عهانة لأهل ذلك البلد وإن قال الفقهاء إنه ليس بغيبة لأن الغيبة في التشخيص أو في العلم الإجمالية كما إذا قلت زيد كذا أو قلت أحد من زيد وعمر كذا فكل الأمرين غيبة على تفصيل ذكراه الفقهاء وذكرناه في الفقه في باب المحرمات إلى المكاسب قال ذهبت إلى المستشفى لرؤية صديق التاجر البخيل المريض فرأيته ضعيفا جدا والمرض أخذ منه ما أخذه فلما رآني أخذ يبكي وقال لي شيخنا كرحاني أني مقبل على الله سبحانه وتعالى ولا مؤد خمسا ولا زكاة ولا مجهول المالك ولا رب مظالم وجمعت المال من الحل والحرام لأنه كان يرابي ويغش ويفعل هذه الأفعال الشائنة قال ذلك المريض أني فتحت قاستي قبل أيام فرأيتها ممتلئا من الأوراق الحمراء والخضراء والصفراء والزرقاء وهذه هي غاية عمري وحياتي وأتعابي وألآن أموت وألتحق بربي وما أدري ماذا يكون مصيري وأني أعلم أن مصيري سيء وقد يكون النار والعياذ بالله الشيخ القائمي قال قلت له أيها الإنسان الصديق الآن الوقت باقي وفي الحديث المرء أحق بماله ما دام فيه الروح فإذا مات فليس له إلا كل يعني أنت حي صحيح الجسم أو مريض الجسم تتمكن أن تهد كل أموالك أو تصرفها في المشاريع الخيرية أما إذا أردت الوصية فليس لك إلا التلف يعني إذا وصيت بالنصف ردت الوصية شرعا إلى التلف إلا إذا أجادت الورثة فذلك موضوع آخر قلت له أيها الصديق أنت في حال الحياة وتملك كل شيء وبإمكانك أن تأمرني أو تأمر أحد أصدقائك أن يخرج الخمسة والزكاة والمظالمة ومجهول المالك وما أشبه عن كل أموالك وبإمكانك أيضا أن تعطي كمية كبيرة من مالك وهو ثري جدا لبعض العلماء أن ينفقوها في المشاريع الخيرية يبنوا بهالمساجد المدارس الحسينيات المكتبات يسعف الفقراء يبنون لهم الدور يعطونهم رأس المال لأجل تجارتهم بالنسبة إلى المحتاجين يعطونهم مالا لأجل الزواج بالنسبة إلى العزاب والآن ما دام لم يخرج الأمر من يدك افعل الشيخ القاني حفظه الله قال المريض أخذ يبكي وقال له يا شيخنا إني في أيام صحتي ما كنت أتمكن من مصارعة الشيطان الشيطان قوي والإنسان ضعيف والشيطان مصرعا والآن أنا في أيام مرضي والضعف هل أتمكن من مصارعة الشيطان في قوتي لم أتمكن من مصارعته وهل في ضعف أتمكن من مصارعته لا دع الأمر هكذا حتى يحكم الله قال الشيخ القائم يحفظه الله إني نصحته أشربوا في قلوبهم العجل كما يقول الله سبحانه وتعالى بنسبة إلى اليهود اسم من الناس يشربون في قلوبهم حب المال وهو مريض وهو مقدم على الموت وهو يعلم لكن لا يريد أن ينفق حتى دينارا واحدا وهو يعلم أنه قادم على نار كما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وبهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون قال المفسرون إنما قال الله سبحانه وتعالى جباههم وجنوبهم وبهورهم لأنه إذا ذهب إنسان ناصح إلى التري البقيل الذي كنز الذهب والفضة عقد جبحته ثم لوى جنبه ثم أدار ظهره وذهب هذه أماكن ظهور الإنكار يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم يعني هذه نتيجة التنز فذوقوا ما كنتم تكنزون وعلى أي حال قال الشيخ القائمي حفظه الله خرجت من عنده وإني آسف عليه وبعد أيام قلائل سنعت بموته فذهبت إلى تشيعة وترحمت عليه واستغفرت له والله أرحم الراحمين وهو يعلم ماذا يفعل به ثم إلى الحكومة قالت يعني البلدية قالت لولده تعالي لا تشيعة الوالد قال لا أجي لا تشيعة لأنه ملوة وأنه مراب وأنه خمار وقمار وزمار وكان يفعل كل غش وخديعة وما أشبه وإني أتجنبه لأنه لعله ينزل عذاب ويشملني كما في الحديث ابتعدوا عن الوساط فلعله ينزل عذاب عليهم فيشملكم قال الولد ما ذهب ولو أني المتكلم ما كان من رأي هذا وإنما كان من رأي أن الولد يذهب لأنه صلاة الرحم وعلى أي حال فهذا كان رأي الولد الكاسب لم يذهب إلى جنازة والده ثم قالت البلدية له خذ الأموال لأنك ولده ولده الوحيد قال لا حاجة لهذه الأموال التي هي نار وشنار وعار فالبلدية أخذت كل الأموال وجعلتها في كيس الدولة وفي كيس البلدية وتلك الدولة كانت دولة فاسدة أيضا قطعا تصرف هذه الأموال في المحرمات أيضا أو كثير منها وأيضا هذا ليس من رأي كان من رأي أنه يأخذ تلك الأموال بسبب الولد والولد يخمس ويزكي ويعطي رد مظالم ويبني المشاريع الخيرية وهذا كان أفضل وعلى كل حال فالولد كان رأيه قالت ومن المعروف يقولون أن الرأي حر لكن الرأي حر في غير معساة الله سبحانه وتعالى الأصدقاء التجار يجب أن لا ينسوا هذه القصة هذه قصة تتكرر كل يوم في كثير من البلدان لا يجمع المال من حله وحرامه أولا يجمع المال من حله فقط يصرفونه في حله فقط ثم يؤدون حق الله وهو القمس أو الزكاة ثم يؤدون أيضا إلى جنب ذلك خمسا آخر في سبيل تقديم القمة إلى الأمام فإذا فعلوا ذلك فقد فاجوا بالحياة العاجلة والحياة الآجلة نسأل الله أن يوفق شبابنا لكل خير وكذلك أن يوفق شيوخنا ويجعلنا جميعا من أهل الخير كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال الخير إذا كان إنسانا رؤية إنسانا جميلا من أجمل الناس والشر إذا كان إنسانا أن تتمت كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والشر إذا كان إنسانا للرؤية إنسانا قبيحا من أكبح الناس فليتقدموا للتجارة ولعمل الخير لهذه الشروط التي ذكرناها وهي شروط شرعية وشروط عقلية وشروط أرطية أسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله شكرا